لم يتوقف تدفق اللاجئين السوريين الأكراد على إقليم كردستان العراق منذ عدة أيام ليصل عددهم خلال ثلاثة أيام فقط إلى أكثر من ثلاثين ألفا ورغم أن حكومة إقليم كردستان أغلقت الجسر الحدودية الوحيد الذي يربط الجانب السورية بالأراضي العراقية هل يومين ثلاثة الجسر يحتاج الصيانة لما خلص الصيانة وبعدين نفتح الجسر حكومة الإقليم حددت دخول ثلاثة آلاف من اللاجئين كل يوم إلى الإقليم وأبقت الطريقة البرية الحدودية مفتوحا أمام موجات لا تتوقف من اللاجئين السوريين ظروفنا ليس كثيرا ما فيه كهرباء ما فيه مي ولا كله كله بهدلي والوجع أعداد اللاجئين الجدد مع من سبقوهم خلال الأشهر الماضية وصل إلى أكثر من 150 ألفا وفق آخر أحصائيات الأمم المتحدة من يعبر هذا النهر يصبح لاجئا في إقليم كردستان العراق حيث افتتحت السلطات خمسة مخيمات في أربيل ودهوك والسليمانية تكتب كلها باللاجئين الذين تركوا سوريا خلف ظهورهم طارق ماهر سكاي نيوز عربية من معبر فيش خابور على الحدود بين العراق وسوريا متحدثة بتكتب كلها متقدم بتكتب best